سلام عليكم كتير من الناس يجي مدحك قدامك فانت تبقى مبسوط حبتين طب انا هسألك من غير ما تزعل مني الراجل من شوية كان بيقول لحليك ان انت راجل كريم قوي ومعطاء قوي وجدع قوي وابن ناس قوي وقصيل قوي هي الصفات دي فيك بقولك يا عم الشيخ الله يسطرك مش هو قلب الكلام ده يأكل معايا ومعاك علشان احنا ناس عندنا نقص جديد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضان الله عليه وارضاه دخل عليه يوما احد العلماء العارفين واحد البلغاء المشهورين احد كبار علماء البصرة اللي هو خالد ابن صفوان ابن عبد الله الاهتم فسيدنا عمر بن عبد العزيز لقاها فرصة جميلة انه يسمع موعظة صادقة من عالم صادق فقال له ايه يا خالد عظني واوجز يعني قل لي موعظة حلوة بس ايه في كلام بسيط بلاشت كتر وبلاشت يعني تمط في الكلام خل الكلام كده بسيط كده علشان يؤتي ثماره ان شاء رب العالمين فاسمع سيدنا خالد ابن عبد الله الاهتم بيقول ايه لسيدنا عمر بن عبد العزيز موعظة تكتب بماء الذهب هي اللي بدأتلك بها الكلام قال يا امير المؤمنين ان اقواما غرهم ستر الله وفتنهم حسن الثناء فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك اعاذنا الله وإياك ان نكون بالستر مغرورين وبثناء الناس مفتونين وعما افترض الله علينا متخلفين وإلى اللهو مائلين فبكى عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه وارضا ثم قال اعاذنا الله وإياك من اتباع الهوى فيهمت حاجة خالد بن صفوان بيقول له يا امير المؤمنين اكتر واحد عارف نفسه انت والناس اللي داخلين حواليك دول كلهم كل واحد بيمدح حاجة فيك قد يكون مش عارفها او مش شايفها او مش شايف غيرها او مش شايف ضدها فوع المدح بتاع الناس ده يغرك لانك انت اكتر واحد عارف نفسك عارف مميزات نفسك وعارف عيوب نفسك وعلشان كده لما بيجي حد يسألني سؤال ويقول لي هل انا كده ظالم اعم الشيخ اقول له خلي بالك انا مقدرش اقول لك انت ظالم ولا لا انت قادر الناس اذا كنت ظالم ولا لا اذا كنت مفتري ولا لا انت قادر الناس اذا كنت متعدي حدود ربنا في القضية دي ولا لا فبيقول له اوعى تتغر بكلام الناس وانت عارف حقيقة نفسك وانت عارف ازاي انت واصل لفين علشان ما تستحقش العذاب شوفوا الكلام البسيط اديه بادب وباخلاق خلى سيدنا عمر بن عبدالعزيز بكى سيدنا عمر بن عبدالعزيز رضوان الله عليه وارضاه ذلك متقي النقي الذي ختم الله له بقوله تعالى حينما فاضت روحه فاضت روحه ويطلو قول الله تعالى تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين سيدنا عمر بن عبدالعزيز كان دايما يتخذ منه العلماء البطانة الصالحة حتى وان كان لفظهم شديد ولما كان حد يخش يمدحه يقول له كفى نفاقا ان هذا الجسد الذي تمدحه لو انك اطلعت عليه بعد يومين او سلاسة من دفنه فلن تطيق رائحته ولن تجلس بجواره لحظة اسأل الله العلي القدير ان يرزقنا الاخلاص وان يعلمنا الاخلاص وان يرزقنا البطانة الصالحة انه ولي ذلك ومولاه وصلي الله وسلم وبرك على نبيه البركات وعلى آله وصحبه وسلم